اشتركوا في القناة وأن لا نقدم أمرا غير شرعي ممن لا أهلية له لإصدار الأوامر على أمر من له أهلية إصدار الأوامر بأن انعقدت ولايته من الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وبعبارة أخرى ننظر إلى من انتخبه الله فنطيعه ونترك من انتخبه الناس فنعصيه إذا ما تعارض الأمران إذا ما وقع بينهما تعارض إما أن نفعل هذا وإلا كما يقول زين العابدين عليه السلام فالحذر الحذر من قبل الندامة والحسرة والقدوم على الله والوقوف بين يديه وتالله يرحمكم الله يعني قسما بالله الناس أم تخطئ عادة تقول تالله تقول والله وبالله وتالله بعض الناس أشكدوا هي تالله بالفتح فتح التال يعني تقول والله لا موت الله وتالله نعم فوالله وبالله وتالله تمام الإمام عليه السلام يقول وتالله ما صدر قوم قطعا معصية الله إلا إلى عذابه الله أكبر قوية هذه ترى أولا لما الإمام المعصوم يقسم ممثل فلان وفلان يقسمون عرفته ممثل أي واحد اللي يقسم هي على الناس على على ألسنتهم قسم ويحنثون بالأقسام أو يقسم كذبا يمين كاذب يسوي عرفته هذا إمام معصوم لا يقسم إلا صادقا هذا أولا يقول وتالله ما صدر قوم قطوا إطلاقا عن معصية الله إلا إلى عذابه يعني هؤلاء القوم الذين يتحركون ويحصلون على مبتغاهم بمعصية الله لا يخرجون من هذه المعصية إلا إلى عذاب الله تعالى فورا هذول جاء يشترون عذابهم في الحقيقة بفعله وأيضا وَمَا آثَرَ قَوْمٌ قَطُّ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ إِلَّا سَاءَ مُنْقَلَبُهُمْ وَسَاءَ مَصِيرُهُمْ هذا اللي يبدِّ الدنيا على الآخرة ويريد يحافظ على ما في الدنيا مضحيا بما في الآخرة يؤثر الدنيا على الآخرة لا يفعل هذا أحد إلا يسوء منقلبه سوء العاقبة يصير عنده أعوذ بالله اللهم نستجير بك نستجير بالله وَمَا الْعِلْمُ إِلَّا بِاللَّهِ لا علم إلا بالله تعالى وَالْعَمَلُ إِلَّا إِلَّا إِلْفَانِ مُؤْتَلِفَانِ فَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَهُ وَحَثَّهُ الْخَوْفُ عَلَى الْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ هناك علم وهناك عمل أن تعلم بالله تعلم مثلا أنه واجب الطاعة فلا بد أن تقرن هذا العلم بالعمل لأنهما إلفان مؤتلفان تمام وما تعبير بلاغي رائع وما العلم بالله والعمل أي العمل بطاعته إلا إلفان مؤتلفان فمن عرف الله هذا اللي يقول أنا أعرف الله وأعبده نسأل هذا أي واحد من هؤلاء الأمنيين وغيرهم اللي جاي يطبقون القرارات الحكومية الوضيعة يقول أنت تعرف الله عالم بالله يقول نعم الله ربي لا أشرك به أحدا أحد فرد صمد قيوم دليل زين دليل لازم يكون عملك فهما إلفان مؤتلفان ومن عملك أن تعصي الأوامر الباطلة وتطبق أوامر الله تعالى حتى تكون مصداق إلى بالضبط قولك فمن عرف الله خافه وحثه الخوف على العمل بطاعة الله لا بطاعة الطواغيت لا بطاعة المفسدين والمتأمرين والمترئسين وأهل الأحزاب والميليشيات وما شاكل وإن أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا تلتمسوا شيئاً مما في هذه الدنيا بمعصية الله يرحمك الله إياك أن تطلب شيئاً في الدنيا بمعصية الله تعالى ومعظم الناس ترى يخطئون هذا الخطأ القاتل أنه يلوح له شيء من أمر الدنيا ويتشوق له ويرى أن طريقه طريقاً محرماً لا يبالي ويغضيه ويقول المهم أنا له ولو بمعصية الله لا يرى البركة ولا يوفق ينقلب عليه الأمر قالها الحسين عليه السلام من حاول أمراً بمعصية الله كان أفوت لما يرجوه وأسرع لمجيء ما يحذر لا يمكن الخسارة قبل الربح نعم ذكرني حتى لو ناله يفوته نعم والشيء الذي كان يحذره يريد دفعه بنيله هذا الشيء يأتيه أسرع يقع فيه نعم ذكرني قول الإمام علي عليه السلام عليه الصلاة والسلام على ما في بالي ما عملت عملاً إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده نعم هكذا ينبغي أن يكون الإسلام أي شون بلاغه وشون مصداقية للإيمان نعم والتفكر ويعني خلي الله بين عيونه احنا نقول بالعامية يقول الله خلي الله بين عيونه عليه السلام كان بإمكانية كان بإمكانية يأخذ بمجامع الدنيا بطريق معصية الله عائشة شونة كانت تريد مثلاً عائشة تريد من علي بن أبي طالب أن يكرمها في المال والرجال بس تعيش متنغنغة مثل ما نقول يصرف لها ذاك الراتب التمام المضبوط اللي كان يصرف لها يا عمر بن الخطاب لعنه الله وتفتح باب بيتها مشاريعاً أي يطب بعد وتدور على حل شعرها مثل ما يقول أرضع الكبير خلق تسوي اللي تريده تريد تتونس يعني تريد تعيش بزمانها مرتاحة متونسة أميرة أميرة علي بن أبي طالب ما عندها لحية مسرحة فيها الشيالات هاي ما عند تمام نعم فمن أول ما جاء علي بن أبي طالب توجست خيفتاً وعرفت ما لها مستقبل ما علي بن أبي طالب ففعلت الأفاعل لو علي بن أبي طالب أرسل إليه إشارة قال أنا يعني رغباتك شباك لباك شو يقولون بيني ديك وقال لي تردينه أنفذه لك وبراح تيج وتفضلي هذا المال وكذا ترتاح خلاص ماك ولا مشكلة وتمدح عليه بن أبي طالب وترجع أدراجها إلى المدينة لا حرب الجمل ولا أذية اللي معاها أيضا القادة الأمنيين منه كانوا طلحة والزبير طلحة عينه كانت على البصرة يريد أن يحكمها ويتحكموا بيتي المال هناك هاي شوف الملكة دازت لنا سمتية حتى يعني التحمين حماية شيخنا يعني ما يصير قاعدين نحن هالشكل لازم يعني هاي تأكيد تأكيد بس لازم نشكرها اي اي نعم طلحة لعنه الله يريد بيت ما للبصرة والزبير لعنه الله يريد بيت ما للكوفة هذا يريد يصير حاكم على هالولاية وهذا يريد يصير حاكم على هالولاية ويجاوا لي علي بن أبي طالب قالوا ليعطينا هذا من البداية يعني رفض وإحنا تعظيم سلام اي لكانوا مع علي عليه السلام وكذلك يمتدحونه ويثنون عليه إي لنا محصرين ما يريدون الناس تشتريهم بالمناصب صحيح أسه هذه الحكومة اللي موجودة بالعراق مؤتلفة مثلا هم كل واحد يطبق أمر الثاني ويحامي عن الثاني ويدافع عن الثاني يحبا فيه مثلا هو بودة اليوم قبل باتشير أيه أما القضية قضية مصلحة مشتركة كل واحد يشتري الثاني بالمناصب تداخل المصالح تداخل المصالح تشابك المصالح تشابك هذه حال كل حكوماتنا ترى ليس الذي يجمع الطاقم الحكومي المبدأ أو الاتلاف أبدا الذي يجمع الطاقم الحكومي المصلحة والدنيا بس هاي كل الأحزاب هالشكل كل الحكومات هالشكل في الدنيا كلها شرقها وغربها ولذلك بس يضعف الحاكم يقدر ينقلب عليه ويطعن به ويسوي انقلاب عليه ويخونه الناس مع الأقوى ومع من يعطي أكثر ومع من يوزع الهبات والعطايا والمناصب أكثر يشوفون الدنيا مع من الحسين عليه السلام أيضا قالها الناس عبيده شنو عبيد الدنيا والدين لعقون لعقون على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم درت در المعايش وينك دفع صرف الدين هناك يهندس لدين على هذه على على المقاس ثدي البقرة الحلوب التي أو ضرعها الذي يدر الحليب أو يدر اللبن هذا هو يريد يشرب لبن وين القلاس اللبن عدما منه اللي يوزع اللبن هذا يصير قائدنا أو نهوس له ياه اللي يوزع بخور هذا الروح عليه عرفته شلون هذه مصلحة الألبان وين ايه مصلحة الألبان أحسنت الخبزة عدما يعني الخبزة عدما هذا اللي يرتكب هذا الخطأ القاتل نعوذ بالله والله نستجير بالله فلا تلتمسوا شيئا مما في هذه الدنيا بمعصية الله واشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة الله واغتنموا أيامها واسعوا لما فيه نجاتكم غدا من عذاب الله فإن ذلك أقل للتبعة وأدنى من العذر وأرجى للنجاة فقدموا أمر الله وطاعة من أوجب طاعته بين يدي الأمور كلها ولا تقدموا الأمور أمر الواردة عليكم من طاعة الطواغيت من زهرة الدنيا بين يدي الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم اتقوا الله واشتغلوا بطاعة الله شلون تشتغل بطاعة الله يضع لك زين العابدين عليه بن الحسين عليهما السلام منهاجا لذلك يتمثل دستور شنو هو يقول أن تطيع من أوجب الله طاعته وتقدم ذلك بين يديك وتترك طاعة الطواغيت بيش حالة تضمن رضى الله سبحانه وتعالى نعم تضمن آخرتك نعم وإلا فغضب الله زين سؤال مهم ما المراد بالطواغيت مفردها طاغوت صحيح ما المراد إحنا لما نقول لما الله تعالى يقول فمن يكفر فمن يكفر بالطاغوت فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة نعم الطاغوت ما هو لو رجع الناس إلى تعريف الطاغوت في الرواية والأثر واللغة لعلموا أن الطاغوت على تعدد المعاني المذكورة يجمعها عنوان واحد وهو أن الطاغوت كل رأس في الطغيان على أوامر الله تبارك وتعالى يعني كل واحد كما يعبرون الآن بالاصطلاح الحديث عن سبق إصرار وتعمد يخالف أمر الله تعالى ويعصيه ويطغى عليه ويتحول إلى رأس في ذلك يعني يأمر فيطاع يعني هذا عنده جماعة هذا عنده جماعة يأمرهم بمعصية الله تمام ويطيعونه فصار رأساً في الطغيان على أمر الله هذا طاغوت طاغوت مو لازم يكون الطاغوت ترى عمر بن الخطاب فقط لا أو يزيد بن معاوية أو الدوانيقي أو صدام صحيح كلهم طواغيت بس انت تدري حتى هذا اللي لاملة عشر أفراد عشر أفراد لاملة مثلا مكون جماعة يأمرهم بمعصية الله ويطيعونه فصار رأساً في الطغيان على أمر الله تعالى اتباعاً له هذا طاغوت يعني نقدر نقول في ميزان الشرع طاغوت يعني نقدر نقول هسه هذا القويت أعلم درش اسمه طاغوت مئة بالمئة تيسوي هذا العمل بالذات حكامنا كلهم طواغيت وزراء الداخلية طواغيت وين يرحون من أعضاء بالله نعم قادة الفرق طواغيت إذا يأمروهم بالمعصية مثلا نطيك مثال أبسط الأمور لا نطيك مثال كلش بسيط حسا بال بال يعني بالحرب لا بالبروتوكولات أو مو بروتوكولات يعني بال مراسيم الدولية الإلزامات نعم العسكرية نعم اللي موجودة إلى الآن في العراق إنه لازم يزين هذا يحلق اللحية نعم هذه معصية هذه معصية لله تعالى ميجوز شرعا ميجوز حلق اللحية حلق اللحية فيه ثلاثة طوائف من الأخبار عندنا نعم طائفة تقول كل وحدة أقوى من الثانية ترى طائفة تقول إن حالق اللحية ملعون خلي الناس تسمع ترى ذولة اللي حلقون لحاهم طائفة تقول إن حالق اللحية عامل بعمل قوم لوط هذا والطائفة الثالثة أصعبها تقول حالق اللحية ليس منا أهل البيت ليش أقول أصعبها لأنه إذا أنت ما تكون من أهل البيت يوم القيامة شي خلصك أنت الله وشفاعة أهل البيت عندك غيرهم بعد لا نعم 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 إذا يوم القيامة أنت تنادي يا حسين يا حسين أنا ترى ذاك اليوم رحيت وما دري رحيت ما الشاي أنا زرت بالأربعين أنا سويت كذا لطمت هالشكل بجيت هالشكل وإحنا موعودين أنه يعني شفاعة الحسين عليه السلام لزواره للباكين عليه للاطمين عليه لمحي أمره خدمته وتشوف الحسين عليه السلام يطلب وجهه يقول لست مننا ما عرفك أنا ليش يا أبا عبد الله يقول لن تحلق لحيتك أنت جندي عراقي اتباعا لأمر الطواغيت هم مصدرين أي قرارات يقول لك لازم تحلق أنت عارف أمرنا شنو تعرف أمرنا أهل البيت ما هو ما وصل لك ما سامع أنه إحنا أهل البيت محرمين حلق اللحية وقال لي لك أنه من يحلق لحيته وليس منا أهل البيت ليش أطعت المادري الآمر الفلاني اللي أمرك قال لك لازم تزينون أنت لازم تحلقون تقول ما أدري هسا وصلك هسا وصلك آه أي زيانة هاي قامت الحجة عليهم قامت الحجة يرحمكم يرحمكم الله وبعي شهادة بعد ترى معظم الناس ما تدري ما يدرون ومستسهليها بعد مستسهليها ومتهاونين بيها وهذا شيء غريب صراحة أنه بعد ما سقط الصنم يعني سقط صدام في العراق أنه مثل هذه القرارات ومثل هذه الزامات العسكرية تكون لا تزال باقية أم كل واحد مسوي وجهه بهذه الهيئة البعثية ما تشو نسمي هو هاي الشوارب الشوارب طويلة ومزين ومحلق لحيته بالطريقة وهذه الهيئة كان يبغضها رسول الله صلى الله عليه وآله دخل جماعة من الفرس المجوس دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله فرآهم ماذا قد أطلقوا شواربهم أعفوا شواربهم وحلقوا لحاهم فسألهم من أمركم بهذا النبي يعني امتعض شمأز من هذا المنظر فقال لهم من أمركم بهذا قالوا ربنا أمرنا بهذا قال بل ربي أمرني ولكن ربي أمرني بحلق الشارب وإعفاء اللحية العكس هذه السنة سنة الرسول سنة النبي صلى الله عليه وآله وشنو الداعي يعني أنا ما قدر أفهم أنه شنو الداعي أنه الجند المقاتل لازم يكون حليق اللحية يعني شنو الداعي مثلا يعني هل ستمنعه هذه الشعرات على خده أو على عارضيه أو على ذقنه تمنعه من أن يستبسل في القتال ويأدي واجب العسكري كما هو مطلوب منه ما لا يداعي ليش لازم هالشكل عيب عليكم الجندي اللي يصير في بريطانيا مسلم شيعي أو في أمريكا ويقول هذا جزء من ديني يبيحوله يسمحوله ينطوستثناء شوف ذول شاسمه كفار هذا السيخي شايف السيخي السيخي ما يقدر يحلق شعر راسه ولازم يغطيه بإعمامتهم يغفره بعض نعم وهذا كثيرا ما يمتلب الأوساخ يمتلب نيلة يعني تصير غابة نعرف تشتر هذا دينهم صير مثل ابن تيمية هذا دينهم هذا دينهم فالشاهد هنا شوفوا ما تشوفوا هنا شرطة وجنود لأنه سيخي البريطانيين طوستثناء صحيح المفروض الكل يحلق شعره ومارينزهم عندهم يقصون يعني شعر خفيف ذول بالفرق العسكرية القتالية أما هذا يقول لأنه هذا دين دينة نعفية المرأة المحجبة تصير في سلك الإطفاء في سلك الشرطة في سلك تبقى بحجابها طبعا حجابهم على تفكيرهم هم أو على تصورهم فغريب أنه في بلداننا اللي تدعي الإسلام وفي بلد مثل العراق اللي هو بلد أهل البيت عليهما السلام والخاضع والخاضع تحت هيمنة المرجعية أدبيا خلي نسمي أنه ما تحترم قوانين الإسلام زين أنت الآن شخص متدين تخاف الله أنت أيها الجند العراقي المفروض تجي من باتشر أولا تطلق اللحية ما يعني ما تحلقها تشذبها إيه تخليه بالماكنة لا بأس بمقدار اللي الناس عرفا تقولوا عنك إنك ملتحن تمام يشوفوك ذول الآمرين يشوفوك المهم اللي مسؤولين عنك يقول أنا ما قدر أطبقي شي أمر هذا مخالف لديني هاي روح استفتوا المرجعية استفتوا إذا المرجع يقول أقدر أحلق أنا أحلق كن شو ما يقدرون يسوي يقدرون هم يتصدون للمرجع لنه واحد بهم يقدر يتحدى المرجعية الآن مستحيل ما يقدر كن قويا أنت لا تخف أنت بدأها رح تنتشر رح تنتشر عند الكل كن شجاء في دينك في دينك إذا ما فعلت ذلك تحرم نفسك من شفاعة الحسين من شفاعة أهل البيت تقابل ربك يوم القيامة وأنت مكتوب على رأسك فوق ثلاث عنوين ملعون هذا ملعون هالشكل مكتوب عليك فوق هذا عامل بعمل قوم لوط ما تخجل من نفسك هيتشين تنفضح يوم القيامة ثالثة ليس من أهل البيت فوين ما تروح ما يقربك ممنوع تروح صوب حوض الكوثر تريد تشرب من حوض الكوثر حتى الطب الجنة نعم يجوك الملائكة يمنعوك للطب هنا ما يطبون إلا من هم من أهل البيت تمام نعم يعني الذين اتبعوا أهل البيت من ليس منا أهل البيت ما يدخل هالمنطقة صيح الصيح اللي تسوي مو بس المنطقة الخضراء ما راح يفيدك هذا الآمر اللي ينطاك هالأمر راح هناك تلعن لعن ولو تشوفه تقطع بالنعال تقول لك كل صوتك من وراك أطعتك أنا أطعت طاغوت من حيث لا أدري لأنه كما قلنا ما مفهوم الطاغوت كل رأس كل رئيس رأس يأمر فيطاع بمعصية الله ويطاع في ذلك هذا طاغوت شرعا هذا طاغوت أنت منها تباع الطاغوت تباع الطاغوت والإمام زين العابدين عليه السلام يحذرك يقول ولا تقدموا الأمور يقول فقدموا أمر الله وطاعة من أوجب الله طاعته أي أهل البيت عليهم السلام بين يدي الأمور كلها ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت من زهرة الدنيا بين يدي الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم يعني لا تجعلوا هذه الأوامر من الطواغيت أمام الأوامر الإلهية والنبوية والمعصومية طاعة أولي الأمر عليهم السلام لكن الحاصل هو هذا يعني هذا الإنسان الجندي أو الموظف الحكومي أي أن كان أنا أذكر أم موظف بالكويت كان عندنا كان يجينا يتردد على يعني مجلسنا محاضراتنا الأسبوعية كان يحضر وظل فترة حضر 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 إلى أن فأدمرك قال شيء قال أنا أشتغل بالوزارة الشؤون وشنا أسوي إحنا نطلع كشف على هذول الباع المتجولين عرفتوا المساكين من البدون من غيرهم من الوافدين أو اللي يعملون من دون إقامة هذول نخالفهم ونمنعهم من العمل من الشغل فأنا جداً انفعلت أتذكر قلت له من أباح لك ذلك هذا بأي قانون قانون منه هذا قانون الله له رسوله له منه قال قانون يقول قانون منه قانون جابر الأحمد إنسان يريد أن يسترزق حتى له ما عنده إقامة ما عندك وياه ليش تقطع رزقه تعرف شنو إثم قطع الأرزاق خليه ترزق الله شعلك بي يقول ما هذا قانون قانون منه صدر القانون حجة ابن الحسن صدره آه للصباح مجلس الأمة وحكومة وما حكومة أو التراطير صدر قانون وضعي لا شنو المصن يقول لأنه حارمينه من كل فرص العمل لا يقدر يشتغل لا يقدر يتزوج لا يقدر يدرس لا يقدر يتعالج حياة معدمة تماما خليه يترزق الله بصفات حالة بسطة يبيع رقي يبيع مدر خضار يبيع شيء خليه بيع شعلك بي وزارة الشؤون قال مو إذا ما أسوي المسؤول يكتشف ويعقبوني يرفدوني خليه يرفدوك عجيب يعني حتى أنت لا تنقطع رزقتك تقطع رزق الآخرين هاي وظيفتك قلت له هذا حرام 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 عليك ونهرته أتذكر حتى شوية علا صوتي عليه فمن بعده ما قام يجي ما يصرر ما جامل يعني فالمشكلة أكو ناس ما فاهمها الأحكام أنت أصلا أكو سؤال أنت تدري ما يحق لك تروح تشتغل في ركاب الحكومة دون أن تستاذن الحاكم الشرعي أنا ما أقول حرام مطلقا بس الأصل لابد من إذن من الحاكم الشرعي تروح تقول له تجيز لي أشتغل لدى الدولة لو ما تجيز لأن هذه الدولة في حكم العدم من الناحية الشرعية مو دولة الدولة الشرعية دولة صاحب الزمان عليه السلام أنت تحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي يقول لك روح تشتغل موظف في الدولة وقبل كان يخلون شروط الآن صارت الأمور هيته قبل كان يخلون شروط مثلا يجيز مع الحاكم الشرعي أو وكيله يعلمه يفهمه لا تسويهيش لا تشتغل بالجمارك مثلا جمارك حرام فلوس الجمارك هذا عشارون يعني كثير من هذه الجمارك لا مثلا تظلم الناس لا تسوي كذا لا تقطع أرزاق الناس لا تعصي الله عز وجل تقدر بهالشروط تدخل أهلا وسهلا ادخل بالحكومة صير موظف ما تقدر لا تصير كانت سيرة الشيعة المتشرعة عبر العصور إلى هذا الزمان المتأخر يجانفون العمل لدى السلطاني والدولة ما يدخلون في الحكم أبدا ولا يشتغلون لهم ولا يصيروا موظفين كسب يصيرون كسب تجار يعيشون فقرة طول عمرنا الشيعة كانوا فقرة بس كسبوا دينهم ما ضيعوا دينهم احنا مضيعين دين نكاس من زهرة الحياة الدنيا كما قال السجاد عليه السلام في وصيتي وموعظته الخالدة المروية بأصح الأسناد في أصح الكتب في الكافي الشيري وعرضت عليه وصححها أنا بحمزة الثمالي رحمه الله فلازم هذا الجندي يلتفت شوفوا هذه أشياء بسيطة قد الناس هذه تعتبر بالفعل بسيطة بالقياس إلى ما نقول يعني قضية حلق اللحية إثم بس ترى أبسط من أو أقل من إثم أنك تصد المؤمنين عن هدم صنم قاتل الإمام الصادق عليه السلام هذه أهوى عرفتوا هذه قضايا لازم الإنسان يلتفت إليها أنت في إثم تصبح مغموسا في الإثم إذا قلت أطيع الآمر أطيع مسؤولي نقول لك هذا المسؤول سيريدك جهنم في الحقيقة هذا مسؤولك من حيث يشعر أو لا يشعر تحول إلى طاغوت لأنه يأمر بعصيان الله ويطاع على ذلك فصار رأسا طاغوت قد أكون الناس لا تفتهم هذه القوانين أو هذه القوانين السماوية نعم صحيح لا تفتهم هذا الشرع غافلين عنها لماذا؟ تصدق واحد هنا من أهل لندن هو كان يجينا يتردد علينا قبل فهذا الرجل من أهل النجف الأشرف فكان حليق أنا عادة اللي يجيني حليق أنبه وإذا يكررها اشتد شوي عليه ولذلك بعضهم كما بلغني كان يقول لهم هاصل لكم فترة ما جاي المسجد قالوا لا تحلق الله يا خاف الروح الشيخي سمعنا كم رزالة خلي ليما تطلع من جديد الروح المهم ما علينا الله يهديهم فهذا الأخ قال له هذا شيء أطلق اللحية بعدين راح للنجف زيارة الأهلة ما أدري خالة عمه ما أدري من واحد من قرائبة من أهل النجف فهم هو حليق مثله فدخل معه ظهر بجدال قال له لا هذا حكم الشرع ما يجوز أن تحلق لحيتك قال له هاي أنا عمري طول عمري هنا مع المراجع والعلماء وبالنجف ولا واحد قال أنه يا حليق خابر لي هذا الشيء خابرني أيام هذا الحد شيء قبل يمكن خمسة عشر سنة أكثر أو هالحدود خابرني كلمني شرحت له قلت له هاي الروايات هاي فتاة والعلماء قال والله رحمه الله والدك آني من يوم اللي انولدت شبيرا بالعمر كان من يوم اللي انولدت إلى الآن طول عمري مع هالمراجع وهالعلماء وأشوفهم مع الأمامنا هذولا ولا واحد ولا مومي ولا واحد منهم انطاني هالمعلومة يعني شايفيني على هالهيئة كلهم طبعا أدري ليش لأنه مع الأسف طبيعتنا احنا المعممين ننحرج كسبا للناس يعني هو ما عند استعداد يخسر الناس هو يصعد المنبر يشوفهم حليقي اللي حان نص المجلس حليق إذا مو أكثرهم ما ينبهم على هاي الاثم الظاهر مساكين الناس ما يعرفون لو يعرفون ما يسوون بس هو يأثم هو يأثم ليش يقول لا مو مناسب أحرجهم وأحرج نفسي أخاف ما يدعوني بعدين الناس كلها تحسبوا بطريقة الحسابات لأمور دنيا إيه لأنه صدق إحنا هم زعلوا منا ناس زعلوا منا لما نبهم هنا بالمسجد ما يجون بعد مثل هذا من صاحبنا بالكويت ما إجاء بعد هو لا يجي أنا جاء أشتري رضا الله ما أشتري رضا الناس لو الكل هكذا تعمل تصبح الأجواء إيمانية بحق في بلادنا في مجتمعاتنا تصير المجتمعات نظيفة تعمل بطاعة الله تعالى من كون طواغيت من حيث لا نشعر لكن هذا الاستهسال استسهال عفوا بأحكام الله تعالى والتغافل العمدي عنها هو الذي يفضي إلى شيوع المعصية وتكوين الطواغيت وبذلك تسلب البركة من بلادنا ويحل علينا غضب الله ومقته تحركات في القناة لقد سفرح بديوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة